في هجوم هو الثامن على حقل خورمور في السليمانية خلال نحو 24 شهرا والذي يعد الأخير فيه الأشد فتكا اقتصاديا وبشريا حيث نفذ بعد أسابيع فقط من إعلان وزارة الكهرباء رغبتها في الاستفادة من غاز الحقل لتشغيل محطات توليد الكهرباء في العراق بدلا من شرائه بأسعار مضاعفة من إيران والذي بات أداة ابتزاز يمارسها نظام طهران للاحتيال على العقوبات الأمريكية وبما يضمن له الحصول على مليارات الدولارات كأجور بيع الغاز والكهرباء للعراق من خلال إعفاءات تمنحها واشنطن بين الحين والآخر لبغداد الهجوم ووفق مصادر أمنية في كردستان العراق تم بطائرة مسيرة من نوع شاهد الإيرانية 101 والتي تستخدمها الميليشيات الولائية في العراق وسوريا موقع شبكة نفط العراق قالت إن عدم نشر الحكومات في بغداد نتائج تحقيقاتها بشأن الهجمات المتكررة على حقل خورمور أو محاسبتها الجهات المتورطة يعد مثالاً إدرامياً آخر على عجز الدولة في تحجيم العنف وإيقافه أو تطبيق سيادة القانون على مجموعة من الميليشيات المسلحة والتي هي أساساً مرتبطة بها سياسياً فرانس بريس من جهتها قالت إن المسؤولين الأكرادة لطالما وجهوا أصابع الاتهام إلى الميليشيات الموالية لإيران في تنفيذ الهجمات بصواريخ الكاتيوشة والطائرات المسيرة على الحقل الغازي خلال السنوات الأخيرة فيما قال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري إن الهجوم على حقل خورمور يؤكد مشدداً بأن سياسة الاسترضاء والمهادنة مع القوى الميليشيوية لا تجدي نفعان حقل خورمور من أكبر حقول الغاز في العراق ويقع في محافظة السليمانية ينتج نحو 452 مليون قدم مكعب قياسي من الغاز يومياً وفقاً لشركة دانا غاز الإماراتية إذ يوفر 67% من إمدادات الكهرباء في المحافظات أربيل وسليمانية وادهوك والذي من الممكن أن يسد جزءاً كبيراً من حاجة العراق للغاز حال توفرت الظروف لاستثماره بشكل واسع وهو ما ترفضه إيران خشية الاستغناء عن غازها وانقطاع مورد هام للعملة الأجنبية عنها